أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم هو الذي خلق الأشياء من عدم وكل شيء يسبحه ويخشاه انظر تأمل تفكر سوف تعرفه في كل شيء وتوقن وأنه الله فكل ما حولنا فينا يذكرنا إذا نسينا بأن الخالق الله سبحانه وتعالى شعاع من رضاه يطفئ غضب ملوك أهل الأرض ولمحة من غضبه تزهق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا قطرة من فيض جوده تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مسجد شريف بالمنيل بمدينة القاهرة حيث الأسابيع الدعوية لوزارة الأوقاف المصرية وندوة الليلة عن اسم الله الخالق ويحاضر في هذه الندوة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة والأستاذ الدكتور حسام موافي أستاذ أمراض البطنة بكلية الطب جامعة القاهرة ومعنا من قيادات وزارة الأوقاف في هذه الليلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمدرية أوقاف القاهرة الدكتور منتصف محمود مدير الإدارات الفرعية بأوقاف القاهرة الشيخ جمال إسماعيل مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة الشيخ أبو بكر أحمد مفتش بإدارة جنوب القاهرة الشيخ مصطفى علي المفتش بإدارة جنوب القاهرة وإمام المسجد الشيخ عبد الرحمن خالد أحمد أيها الأحباب خير استهلال لهذا لإحتفال الطيب المبارك القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ شريف عامر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يكونون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل تلوع الشمس وقبل الغروب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يكون وسبح بحمد ربك قبل تلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستعمق واستعمق يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعنا الصيحة وما بالحق ذلك يوم الخروج إننا نحن نحي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا إننا نحن نحي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن 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 نحي ونميت وإلينا المصير يوم جميع نحن 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 ونم Guillermo ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم وهكذا أيها الأخوة المؤمنون فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ شريف عامر وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك ضمن الأسابيع الدعوية لوزارة الأوقاف المصرية من مسجد شريف بحي المنيل بمدينة القاهرة حيث تدور هذه الندوة عن اسم الله الخالق سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهدوا سبحانه وتعالى هو خالق الخلق خلق المخلوقات كلها أوجدها من العدم وخلقه سبحانه لا يتوقف ولا ينقطع يخلق ما يشاء كيف شاء بأي كيفية شاء في أي وقت شاء هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وهو سبحانه وتعالى أحسن الخالقين حيث أتقن كل شيء خلقه وأحكم كل شيء صنعه وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين أيها الإخوة المؤمنون مع إسم الله الخالق نعيش نعيش مع هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمدك ربي حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيلك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالعظمة والجلال وارتدى رداء الكبرياء والجمال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وأخذ بيديها إلى صراط ربها المستقيم اللهم ربنا صلي وسلم وزد وبارك وأنعم وتكرم على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم وارض اللهم عن آل بيته وأصحابه وأحبابه وارحم اللهم من اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته تتوالى الندوات وتتعدد اللقاءات في أسابيع الثقافة التي تقيمها وزارة الأوقاف إنه عمل رائد في بيدانه نحن أحوج ما نكون إليه ما أحوجنا إلى الثقافة الإسلامية الصافية الصحيحة من أهل العلم ومن أهل التخصص نكرر الإشادة بما تقوم به وزارة الأوقاف من هذا العمل الرائع في الحقيقة والذي تبدو آثاره واضحة لنا فما من موضع وما من مسجد إلا وتتكرر فيه اللقاءات ومسجدكم هذا يشهد أسابيع متتالية متعددة للتنوير ولي الثقافة واليوم موضوع ما أحوجنا إليه أن نتحدث عن اسم الله الخالق اسم الله الخالق تكرر في كتاب الله عز وجل بمادته عشرات بل مئات المرات تقريبا بمادته خلق ويخلق والخلاق والخالق وأحسن الخالقين بهذه المادة تكرر في كتاب الله عز وجل ولا أدل على هذا من الآيات الكريمات التي استمعنا إليها ونحن في صلاة العشاء من صدر سورة النحي قول الله عز من قائل كما استمعنا من شيخنا الكريم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون إلى آخر الآيات التي اختتمها في نفس الربع في الصفحة التالية من سورة النحل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور الرحيم وهذه المادة معناها تشير معناها يشير إلى الإيجاد والإيجاد على نوعين إما إيجاد من عدم وعلى غير مثال وهذا لا يكون إلا لله فالله عز وجل هو الخالق ولذا يوصف بالخالق البارئ الذي يبتدئ الخلق على غير مثال فهو البارئ وهو البديع وهو فاطر السماوات والأرض يعني الذي يوجد الخلق لا على مثال والمعنى الثاني للخلق هو إيجاد الإيجاد على مثال يعني هناك خلق موجود يأتي من يحاول أن يقوم بتقليده وهذا لا شيء فيه أن يوصف به الإنسان فيقال له صانع يقال له خالق يعني صنع على مثال وخلق على مثال حتى نحن نقول في الإبداع فلان مبدع يعني أتى بشيء جديد مع أنه لا شيء جديد في كون الله عز وجل كل ما فيه خلقه الإنسان غاية ما هنالك أن الإنسان يهتدي إلى ما لم يهتدي إليه بشر قبله اسم الله الخالق في الحقيقة الحديث فيه يطول وجوانبه متعددة وأنا أفكر في إعداد كلمة موجزة في هذا الموضوع في اسم الله الخالق في الحقيقة ترامت إلى ذهني ودارت في خلدي موضوعات متعددة في أي محور منها نتحدث أولا محور الله الخالق إبداع خلق الله وجمال خلق الله فتبارك الله أحسن الخالقين الذي أحسن كل شيء خلقه من هنا أمرنا الله عز وجل بالضرب في الأرض والسير في الأرض قل سيروا في الأرض فانظروا لماذا ننظر؟ ننظر إلى العبرة وإلى الآيات المبسوسة في كون الله عز وجل وهذا يأخذ بأيدينا إلى جلاله وعظمته وإبداعه فنخلص الإيمان له ونخلص التوحيد له وعلى حد ما قال القائل تأمل في نبات الأرض وانظر تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما فعل المليك عيون من لجين شاخصات بأحداق كما الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاخصات على قضب الزبرجد شاخصات بأن الله ليس له شريك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك آيات الله المبسوسة في كونه في سمائه في أرضه في جباله في بحاره الكون باتساعه يأمرنا أن ننظر إلى آثار ما فعل الخلاق العليم سبحانه فنهتدي إلى عظمته ونهتدي إلى جلاله ونهتدي ويهتدي معنا المؤمنون به أيضا نهتدي إلى رحمته فإن اسم الله الخالق يدلنا على عظيم رحمته الله عز وجل ما أبدعنا وما أبدع خلقنا لي ينلمنا أو ليعذبنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين الله ما خلقنا إلا لينعم علينا إلا ليكرمنا إلا ليرفع من قدرنا ولقد كرمنا بني آدم فالإنسان خلق الله بنيان الله هذا الإنسان كريم على الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إذا عرفنا أن الإنسان خلق الله ينبغي أن نتوجه إلى الله بالشكر شكر نعمة الخلق أن خلقك على هذا ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة أن يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي واعلم أن خلقك على هذا النحو آية من آيات الله ونعمة جليلة أسداها الله إليه خلقك منتصبا جعل لك يدين تمشي على رجلين جعل لك عينين جعل لك عقلا تفكر به جعل لك اختيارا بينما ينفع فتأتيه وبينما يضر فتجتنبه نعمة عظيمة ينبغي أن نعرف فضل الله فيها وأن نعرف كرم الله علينا تجاهها من هنا ينبغي أن نشكر الله عليها وشكرها استعمالها فيما خلقه الله لا نستعمل ما خلق الله في معصية الله أو في غير ما أراد الله الله عز وجل خلق لك عقلا لتفكر في آلائه ولتهتدي إلى جلاله وعظمته خلق لك يدي لتبطش بهما نعم تجمع بهما رزقك وتسعى بهما تستجلب بهما الخير وتدفع عن نفسك بهما الشر أن تكون يدك دائما يد عليا تعطي وتمنح لا تكون يدا كالة تمد تمتد لتأخذ من الآخرين بل تمتد لتعطي الآخرين هذا شكر لنعمة الله عز وجل عليه ثم يأتي محور مهم في خلق الله في الإنسان وهذه المعجزة التي هي الإنسان والتي تحدث عنها القرآن الكريم تفصيلا في صدر سورة المؤمنون وفي صدر سورة السجدة وهو يتحدث عن هذا الخلق الذي ابتدأه من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها ينبغي أن ألا تستعمل ما أنعم الله به عليك في معصية الله حافظ على فطرة الله وعلى سنن الله فيك ومن هنا نحن نجني على نعمة الله دون أن ندري كثير مننا يستجلب لنفسه الضرر من حيث لا يدري يبحث عما يضره بدلا من أن يبحث عما ينفعه كثير من الناس يضر نفسه من حيث يريد نفعها هذا عدم شكر للنعمة ينبغي أن تشكر نعمة الله عز وجل الذي أسداك إياها فأحسن خلقك وأنعم عليك وأفاض عليك أن تنظر في كون الله عز وجل وأن تنظر في نفسك كما قال ربنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون أنظر إلى خلقك هذا السوي لتعلم نعم الله عليك تبارك الله أحسن الخالقين من هنا أيها الأحبة ولا أريد أن أطيل عليكم فتنتظرون يعني جائزة هذه الحلقة مع عالمنا الكبير معالي الأستاذ الدكتور حسام حسام موافي الأستاذ الكبير ستستمعون إليه في جانب مهم ألا وهو جانب الإعجاز في الخلق أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا لنعمه وأن يبارك لنا فيما أنعم علينا وأن يحفظ نعمته علينا وأن يوفقنا إلى أن لا نستعمل نعمته فيما يضرنا أو في معصيته أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله في ساحة مسجد شريف بحي المنيل بمدينة القاهرة حيث الأسابيع الدعوية لوزارة الأوقاف المصرية أيها الإخوة الأحباب الخالق سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء بدأ الخلق وهو قادر على إعادته فله وحده القدرة الكاملة والتدبير الكامل وله الحكمة الواسعة والقوة النافذة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الله سبحانه وتعالى يخلق الشيء دون أن يكون له سابق وجود على الإطلاق قال كذلك قال ربك هو علي هي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا كل شيء عدى الله عز وجل فهو مخلوق له خاضع لأمره هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وأما الخلق فكلهم ضعاف عاجزون عن خلق أي شيء ولو كان صغيرا ولو اجتمعوا ما استطاعوا يا أيها الناس اضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز وإذا كنا قد عشنا مع علم الأزهر الشريف حول اسم الله الخالق نعيش مع العلم مع عالمنا الجليل الأستاذ أبطور حسام موافي أستاذ أمراض البطنة بكلية الطب جامعة القاهرة يحدثنا عن اسم الله الخالق بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أبدأ بأن أشكر الفكرة اللي اتعملت في زرط الأوقاف الدعوة دي جميلة جدا 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 طبعا نحيي وزير الأوقاف لأنها كانت فكرة اللي كنت قاعد معاها والأسابيع الدعوية دي بتفيد ناس كتير جدا جدا كنا محرومين منها شكر لله أولا وله ثانيا هقول لكم حاجة أنتم بتقروها في القرآن بسهولة جدا لكن هي هتشوفوا لما نشرح صعوبتها وإزاي ربنا عبر عنها تعرفوا إن في عضو في جسمنا اسمه القلب القلب وظيفته إيه؟ يوزع الدم على الجسم قاعد ينقبض 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 يوزع الدم على الجسم لو واحد عاش تمانين سنة وده وارد كتير جدا مننا عدو التمانين قلب يدقه كم مرة في عمره حد حسبها القلب بيدقه بالمئة مئة ألف ومئة وعشرة ألف دقة في اليوم هل تتخيلوا الرقم لو واحد عاش تمانين سنة قلبه يدقه تلاتة مليار وخمسمائة مليون مرة؟ هل تتخيلوا الرقم ده تلاتة مليار وخمسمائة مليون مرة بيدقه؟ من غير ما يعطل من غير ما يعطل قاعد يشتغل طيب مش القلب عضلة؟ القلب عضلة؟ طب اعمل بيدك كده؟ مش مش مليار بقى اعمل بيدك كده خمسين مرة مش هتعرف تكمل طب اش معنى العضلة دي؟ ما تقدرش والعضلة دي شغالة من غير ما تقول لا سبحان الله جعل هذه عضلة خاصة خاصة جدا لها مواصفات مختلفة عن عضلة عضلة ايدك وعضلة رجلك اللي ماستحملش تلاتة مليار وخمسمائة مليون مرة لواحد عاش تامانين سنة القلب قسمين؟ قسم يمين وقسم شمال اليمين وظفته يطلع الدم على الرئة بس بص المسافة صغيرة جدا القلب اليمين وظفته لما الدم يجي روح عامل كده يطلع الدم على الرئة عشان ياخد الاكسوجين من الرئة ويرجع للشمال الشمال يعمل كده يوزع الدم على الجسم كله واضحة سهلة يبقى اليمين بيطلع الدم على الرئة والشمال بيطلع على الجسم كله طب الجنين اللي بطنه امه ما بيتنفس ما بيتنفس ده بياخد اكسوجينه من امه عن طريق الحبل السري الحركة دي عنده مش موجودة مش موجودة لانه جوه بطنه امه يبقى الجهة اليمين حتبعت الدم للرئة طب دي سيخات الرئة مشغالة سبحان الله ربنا عمل ثقبين لما الدم يجي اليمين لا داعي ان يروح الرئة يروح نائل على الشمال على طول ليه لان الرئة مشغالة هروح الرئة عامل ايه زي خان ما فيش اكسوجين فالدم يجي على مين يروح نائل على الشمال من ثقبين في القلب مع اول نفس دي اللي تقال فيها سبحان الله فعلا مع اول نفس الواد نزل خد اول نفس السقبين يقفلوا السقبين يقفلوا لوحده من اول نفس الاكسوجين يتشاف في الدم يروح دول افلين يبقى الدم ما هيطلع على الرئة ويمشي الدورة العادية واضحة تخيلوا دي في القرآن تخيلوا دي في القرآن زمان الرسول عليه الصلاة والسلام نزل على القرآن كان عندهم علم اجنة كان في علم اجنة ايام القرآن نزل طيب علم الاجنة ده ظهر بقى لنا ستين سنة بس ستين سنة ستة حامل توفت في الشهر التاني فبياخدوا الجنين يشوفوا ايه اللي حصل لحد الشهر التاني ستة حامل وماتت في الشهر الرابع ياخدوا الجنين يشوفوا حصل ايه في الشهر الرابع وهكذا قدروا يعرفوا من اول يوم لساعة ما يتولد ايه اللي بيحصل بالترتيب الى ان الاجهزة الحديثة ظهرت وبقت تصور الجنين بصوا بقى الاية سبحانك الله كأنه علم الاجنة كان موجود ثم خلقنا النصة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما تخيالوا هو ده اللي بيحصل العظم بيكون في الرحم قبل العضلات العظم يكون وبعين يتكسل لحمة زي الاية بصوا بقى السقبين اللي بص السقبين اللي قفل ثم انشأناه خلقا اخر بقى واحد تاني لان ما كانش عنده دورة رئوية ابتدت بقى في دورة رئوية ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخلقين دي ما تستحقش الواحد يوم يزجد الرسول كان يعرف كده اللي بيدعوا ان الرسول اللي كتب القرآن كان يعرف الكلام ده كان يعرف علم الاجنة كان يعرف ان العظم بتعمل قبل اللحم ثم كسونا العظام اللحمة كان يعرف انه في ثقبين في القلب بيقفلوا سبحانك الله ادي اول حاجة عايز اقولها ولا تنسى تلاتة مليار وخمسمائة مليون قلبك ده لو عشت تمانين سنة تخيل بص الرقم بص الرقم النقطة التانية اللي جميلة جدا جدا امريكا عملت ابحاث كثيرة جدا على عمر الانسان فاتضح ان انا ليه عمرين مش عمر واحد عمر البطاقة انا على الفكرة عرفت الراجل ده من صوته والله صوته مميز جدا في محط القرآن الكريم فهيقول له انت السيد صالح قال لي اه قلت انا عرفتك من صوتك انا اول مرة شوفه والله فالاساس سيد صالح هو يعني علامة من علامات محط القرآن الكريم يعني هقول له انت موليد كم يقول لي سنة اربعين بلاش لا ده انت صغير سنة خمسين حيقول لك سنك سبعين سبعين خلاص ادي العمر الاول العمر مين البطاقة لكن انا ممكن يجيلي اعيان اعمل له ستاشر حاجة ستاشر حاجة اقول له لا انت مش عمرك سبعين انت خمسين ده السن البيولوجي السن الحقيقي سن البطاقة مش السن الحقيقي السن الحقيقي لك اللي احنا بنحسبه بس احنا مبنرضاش نعمل كده في مهنتنا لان ممكن واحد يدائي اقول له انت مش عربعين ده انت تمانين هيقول يعني بقى لي كم يوم واتكل على الله مبنرضاش نعمل ما بتشوفش واحد سنه تمانين سنة بيجوز ده مش تمانين ده سنه خمسين سنه الحقيقي خمسين سنة ما بتشوفش واحد سنه تلاتين سنة مسك عصايا وماشي مش قادر يكمل ماشي ده مش تلاتين ده خمسة وتمانين فيبع عندنا كم اوية عمرين العمر الحقيقي والعمر البطاقة ده خادع تخيلوا سبحانك الله يا رب سبحان الله ان ربنا مفوتاش عشان يوم ما يطلع هذا البحث والخالق الخالق اللي خلقك بعمرين نبهك لها بس طبعا ما حدش هياخد باله منها ايه لما البحث يتعمل سيدنا موسى جالوا بنتين قالونا ايه وابونا ايه شيخ كبير سنينهم شيخ باللغة العربية اربعين سنة لكن هو معدي سنه فهو كبير تخيل كلمة واحدة انت قارتها وعدت عليك ده لها اعماق علمية شديدة جدا وابونا شيخ مش بس كنت تقول شيخ او كنت تقول كبير بس لا زقرة السنين شيخ كبير المية واجعلنا من الماء كل شيء حي ايه ايه انا بشرب كباية شاي يا اخوان اشرب كباية شاي وحاطت فيها سكر ومبسوط جدا منها جهي الاستاذ السيد السيد صالح وراح حاطيت لعليه مية يا استاذ السيد بتعمل كده قال لي يا بغلس عليك لان هو معملهاش يعني لما بقال لي غالب تيجي تشرب الشاي كأنه ما فيو سكر كأن السكر راح طب اسأل سؤال هل انا شلت السكر من الشاي ما حصلش لكن حطيت مية عملت ظاهرة علمية اسمها التخفيف انا خففت الشاي بالمية ما بقلوش ضعب موافقون واضحة اللي حصل في الشاي يحصل في جسمي وموت اتوفى هاخد الكب الازازة دي اشربها نزلت في الامعاء دخلت عالدم خففت كل حاج خففت كل حاج السوديوم الجولوكوز البوتاسيوم الكالسيوم كله خف اموت اموت يبقى المية بتموتني وربنا اقيل وجعلنا من الماء كل شيء حي دي قضية لكن سبحان الله يا رب الخالق اول ما تشرب مية تلات اعضاء يشوفوها يشوفوها يترضوها في الحاج يترضوها الكلا تترضو المية اللي شربته الكبت مسؤول عن المية اللي شربته القلب مسؤول عن المية اللي شربته التلاتة دول اللي يشوفوها يترعدو يشتغلو عشان تنزل في صور بول او عرق او نفس او في البراز اربع جهات اوه تمام مريض الكلا مورم ليه مش قادر يخرج المية مريض القلب مورم ليه مش قادر يخرج المية مريض الكبد عنده استسق ومورم ليه مش قادر يخرج المية التلاتة اعضاء دول مهمين جدا 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 فانك نقول الكلمة بقى ما تحتفص بالمية ممنوع لان لو احتفصت بالمية موت ما ينفعش اشرب مية في الصحور اهو رمضان قرب اشرب مية لتر حتعتش قبل المغرب حتعتش قبل المغرب لان الجسم السليم السليم لا يستطيع تخزين المية لا يستطيع ده كتاب ستمائة صفح عدت قرى فيه تلات شهور معاملة الجسم للمية تلات شهور بقراء وخلصت الكتاب وسجدت لله شكر ان انا فهمته ونزلت اصلي المغرب قدام البيت لقيت الراجل قال الامام قال الكتاب فاربع كلمات اقسم برب بالكعبة كتاب اتقال فاربع كلمات وانزلنا من السماء ما فاسقيناكم وما انتم له بخازنين تقدرش تخزر المية لان لو خزن ده حتضرك بنكلم عالجسم السليم كفاية عشان ما نطولش عليكم شكرا جزيلا وهكذا ايها الاخوة الاحباب عشنا مع هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الاستاذ الدكتور حسام موافي استاذ امراض البطمة بكلية الطب جامعة القاهرة حدثنا فيها عن اسم الخالق سبحانه وتعالى ونحن نعيش مع اسم الخالق علينا ان نعلم ان خلق الله عظيم يعجز الانس والجن وغيرهم ان يخلقوا مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون والله عز وجل اوجد هذا الكون وخلقه لغاية عظيمة افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون والخالق سبحانه يختلف في اوصافه عن المخلوق من اجل ذلك قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فاذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي فلا يقاس الخالق الكامل القادر بالمخلوق الطعيف العاجز وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد ايها الاحباب ومن مسجد شريف بلمنيل حيث تواصل وزارة الاوقاف المصرية الاسابيع الدعوية نختتم هذا الاحتفال الطيب المبارك بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والمهته للشيخ عبدالله عبدالله بدران إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك العفة والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب يا ملك الحسن من الأسماء وبأيها مولاي كان دعائي يا ملك الحسن من الأسماء وبأيها مولاي كان دعائي أدعوك خيرا للبرية كلها وأخص أمة أحمد برجائي هي أمة رفعت لواء محبة أبدا ولم ترفع لواء عدائي يا رب يا رب فاربط بالسلام حبالنا واهزم جنود الشر والإغواء سيدي يا رسول الله يا خير من يدعى إليه وخير من يهدي الأنام محمد يا خير من يدعي إليه وخير من يهدي الأنام يا سعد عين قد رأتك وحظ قلب فيك هامي حبيبي يا سعد عين قد رأتك وحظ قلب فيك هامي حبيبي يا محمد وسأل المشاهدة لا الدعي ومن تشدق بالكلام أقسمت بالله العظيم وكابة البيت الحرام والحجر والمسا وزنزم والقواعد والمقام ما مثل وجهك نور شمس لا ولا بدر التمام اللهم صلي وسلم وبارك عليه اللهم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المهتأل الشيخ عبد الله بدران ناتي بحضراتكم إلى ختام هذا لاحتفال الطيب المبارك من مسجد شريف بالمنيل بمدينة القاهرة الشكر موصول لقيادات وزارة الأوقاف وعلى رأسهم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسادة الحضور في ندوة الليلة الدكتور سعيد حامد الدكتور منتصف محمود والشيخ جمال إسماعيل والشيخ أبو بكر أحمد والشيخ مصطفى علي وإمام المسجد الشيخ عبد الرحمن خالد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته